اشتركوا في القناة البداية والتكفير وغيره لكن كانت المفاجأة الطيبة ان كثيرين طرحوا افكارا واشتبكوا وبعتوا وده شيء جميل جدا ارحب بالمفاكر الكبير الدكتور يسول دان اهلا وسهلا دكتور ما وصلت اليه من خلال دراسات وابحات هل هذه كانت قناعة قديمة ولا حضرتك كان رأيك مثل اراء الكثيرين من العلماء من ان هذا هو المسجد الاقصى وبيت المقدس ومؤمن بما جاء من اسراء ومعراج ثم تغير رأيك فيما بعد والله يا سيد خارج انا بدأت في مسارات كتيرة منها هذا المسار في منتصف التسعينيات وفي الاهرام في الوقت اللي كانت اهم جريدة مصرية يعني من خلال ثمان مقالات بعنوان المواجهة الثقافية مع اسرائيل انزعجت جدا من انه مثقفين بين قوسين نريحين دماغهم لا للتطبيع طب يا جماعة في لا للتطبيع طب لا للتطبيع وبس هي اللي على لسانهم لا للتطبيع طب ندرس بقى ونشوف وان مهداء يعني حاجة مفروضة علينا هي لازم نفهمها وبعدين يطلع لك سلسلة كتيبات اعرف عدوك تجيبهم تلقيم كلهم شتيمة في اليهود طب وبعدين ما تتحلش ليه ولما هم يعني حالتهم نيلة قوي كده يعني امال عامل لنا مشاكل ليه بقى لهم سبعين ثمانين سنة منعيد بقى نظر في الموضوع فطرحت الموضوع ده اول مرة في منتصف التسعينيات يعني هو كان الطرح علشان اعادة نظر في علاقتنا باليهود اه وفهم التداخل ولا باسرائيل اصلي فيه فرق كبير فكرة هو موقف من اليهود لا ما فيش فرق كبير فيش فرق كبير هو احنا موقفنا من اليهود واليهودية كديانة ولا من اسرائيل كمستعمر اللي اتنين على صلة ليه لان دولة اسرائيل قامت على اساس ديني نعم ونشطت قيام جماعات سلطوية على اساس ديني ودول على اساس ديني فكانت وفي كل مرة انا ببدأ بنقد الكيان اليهودي الاسرائيلي نعم وفي كل مرة اللي يردوا علي يسيبوا الجزئية دي ويتكلموا عن الجزء اللي بيصير مشاعر الناس ايه لعبة سخيفة وبتعطل اللي بنقوله ده لازم هيتناقش بس انت كمان محتاج مشاعر الناس ودماغهم وعشان تاخد دماغهم محتاج تخاطب وجدانهم مشاعر الناس انا بشتغل فيها على محور تاني نعم في الادب في التصوف في الكلام عن الحب وعن الضمير وعن القيم الكبرى ده المصار اللي هو الوجداني بس اذا كان قدامك خصم بيحاول ياخدك أو يخلص عليك ده مش خصم ده ايه اللي بيحاول يحاربك فبيصور المسألة على ان يوسف زدان يروج لإسرائيل ولفكرة التطبيق لا لا مش بيحاربني لا مش بيحاربني هو بي بيأكل عيش يعني انا مش عايز اقول الفاظ يعني كده لطليق بس يعني كونين شوية متجمعين في بلد عربي كده وقعدين في فنادق هناك وكل ما يشوفوا ظاهرة في مصر عايزين يهدوها ده يعني كلام احقر من انه ولا ان قناة تنزلي في الشارع وتجيب الناس اللي هي ماشية ايه رأيك فلان بيقول بينكر الاسراء والمعراب والجزيرة العاملة مش عارف ايه ما هي نفس الجزيرة دي اللي عاملة على قضية عايزة 15 مليون دولار وهي اللي عاملة كذا يعني وبعدين سراحة محدش يزعل مني يعني انا شاف ان الناس دي اصلا لا من جوي ولا ولا هم حتى عارفين بيكلموا عن اين مين هم الناس دي اللي بيعوضوا يهللوا عالفادي يعني شوف مثلا لما الدكتور علي جمع اه ارد بشكل محترم جدا وفضو انتماءه الازهري وانتماءه الى الاشعارية وانتماءه الى الفقه الشافعي فانا فاهم هو منطلق من اين وفاهم نظام تفكيره اي ولما ارد عليه وعنده منزع صوفي يعني دي اسس واضحة ايه انما الجماعة المهللين دول دول ملهمش مبدأ نعم زي اتنين النهاردة منهم واحد ما خلاص بقى مش لقين كلام فواحد تلع يقول عزيزي الرواية تفهة والتاني بيقول اللهوت العربي كتاب سازج طب انتم يعني متصورين لما تقولوا الكلام ده يعني طيب ممكن هتؤكد للأول او هتنفيلي في موقع رسمي ما تمش تحديثه منذ فترة طويلة في مقال حضرتك بيقول ان هذا الموقع بيقول ان كل المنشور هنا هي مقالات وكتابات للدكتور يوسف جدالي منهم مقال اسم القدس بيت المقدس ده مقال حضرتك لا ده موقع انا عملته في التسعينيات في وقت لما كانت وزارات الثقافة العربية ناسية خالص النت عشان خدمة الباحثين في التراث وكان في الوقت وقلت في اوله ان ده حاجة انا عاملها بمنطق السبيل وغير مدعومة من اي شخص ولا من اي حاجة فلينوسكو حبت انها تدعم الموقع قلت لهم لأ انا قلت حاجة ملتزم بيها قالوا تبا اعمل حاجة تانية وخليها يعني تبقى مرتبطة بالموقع فعملت حاجة عن مدن الاسلام ده كان في التسعينيات وكتبت عن القدس وعن غيرها بس كتبت عن المسجد الاقصى وقدسيته بمسمى المسجد الاقصى ما مكتوب في هذا المقال يتعارض مع ما وصلت الي الان لا ما يتعارضش يعني تب لو وقفت قدام جمل وقلتها لحضرتك قبل ما ندخل لا قبل ما تقول الجمل لازم نتفق على حاجة ما هي القداسة القداسة فعل تبجيل مفرط نعم وزي ما قال ايميل دركايم علم الاجتماع المشهور القداسة تنبع من الجماعة وليس من الاشياء يعني المكان الموجود الان في مدينة القدس مدينة إيلية مدينة بيتها مقداش ايا قالوا الف ومتين سنة الناس بتصلي فيه هو مقدس عند المسلمين يعني اين يعني الناس بتبجله تمام زي بالزبط كنسة القيامة ما هي مكان مقدس عند المسيحيين طيب عند المسلمين تعني شيء لا وهكذا الحاجة من المكي الكعبة ما هي اقدس مقدسات المسلمين طيب بالنسبة لوحد هندوسي بالنسبة لوحد يهودي لا اخبر سلشي اذا القداسة فعل اجتماعي من هذا المعنى وبعد الضبط هذه المفردة بنقول اه طبعا دي مقدسات لكن حررتك كنت شايفة انه المسجد الاقصى يعني ونعود الكرآن الكريم فنجد القدس اشارات لا تحصى يقول المفسرون عن قول تعالى ونجعناه ولوطا الى الارضة التي بركنا فيها العالمين هي بيت المقدس وقوله تعالى واعدناكم جانب الطور الايمن اي بيت المقدس وقوله تعالى دا استشهادات حضرتك اه استشهادات بالمفسرين واجعلنا ابن مريم وامه اياتين واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين يعني بين بيت المقدس وقوله سبحانا الذي اصرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في بيت المقدس كل هذا ولا تنتهي الاشارات القرآنية كل دا بتؤكد كل هذا مسبوق بيرى المفسرون نعم وبعدين هو انا يا سيد خيري جايب وحي من السماء لا انا بعمل ديالكتيج زهني مش بطرح لكل الوقت دا اللي كتب فيه الموقع دا يعني في اواخر التسعينيات يعني قربنا على عشرين سنة اي طبعا العشرين سنة مش مش قاعد العب لا ما انا عشان كنت سألت حضرتك ان هذا المقال كان لك وجهة نظر ورائي طبعا ثم تغيرت وبتتطور مش بتتغير بتتطور نعم في الوقت دا كنت متهم بأشياء اخرى نعم كنت في الوقت دا متبني ان احنا امه تجهل ذاتها وكانوا يهاجموني وطلع كتاب التراث المجهول في التسعينيات واقول لهم ادي تلاتين مخطوطة كل مخطوطة منهم بتفتح مجال هائل للبه وغير منشورة حتى الان بقالها الف سنة فبالتالي احنا في حالة جهالة بذاتنا وان الاستشراق بيروح يدرسنا فيعرف عننا اكتر ما احنا عارفين عن نفسنا فيهاجموني وكنت اصغر سنة طبعا انما مش كل القضايا ما فيش حد يعني من اول ما هينطق كده وما الناس هتطور ازاي وبعدين انا ببني افكاري مع الناس بقول فكرة ممكن اكون غلطا فيها وارد بما فيها هذه الفكرة اه اه مثلا طبعا فانا هنا كنت بجري على المعتاد ما انا واحد من الامة دي برضى انا مش نزل من المريخ يعني وبعدين بنيجي ننظر للامر بعد سنين من خلال بقى العامل يهوديات من خلال الكتابات المختلفة طول السنين اللي فاتت دي من خلال الطرح الاخير اللي هي كانت كلمة زي ما قلتلك في الحلقة اللي فاتت انا شايف الولاد الورتزوكس المسيحيين يعني المصريين بيهاجموا البابا توادرس عشان راح القدس فبقول لهم مفيش قدس في المسيحية المسيحية فيها الياء يعني يعني اتحرجوا من الجهل الاول وبعدين بقشتموا مع فكرة القدس والياء الردود اللي تقالت ده اسماء لها اسماء نوعب ده يعني طب وما له بس انا بالفت مظهرهم انه هو لما يروح كنيسة الايامة القدس عند المسلمين مرتبطة بتصورات معينة وعند اليهود مرتبطة بتصورات معينة وعند المسيحيين مرتبطة بتصورات معينة خلاص تمام فحالة الخلط دي انا كنت برجه الياء في نص دقيقة نعم اللي هي بقى تاني يوم الصبح مش تاني يوم الصبح بالليل لقيت جورنال مش هنذكر اسمه معرفش يعني ده قاعد مستني ال والصبح خدوا بقى فتاوى التكفير اللي هي بالتليفون والتاني يوم لقيت بقى القنوات دي دخلها في البت يعني لعب رخيص احنا بنحاول نقدم حاجة لها معنى لها قيمة يبقى نبدأ من كلام الدكتور مش هارض الفيديو الاولاني اللي زميلي يعني تجنبوه أنا بس هتراه على حرورتك اللي هو قالك ان محمد مرسي ولا حزم ابو اسمعين في فكرة التدقيق كتب كتب اسمحلي بس الاول قبل ما نخدش في كلام اللي دكتور علي جمعة ايه القضية اللي احنا بنتكلم فيها دي ليها جوانب تمام منها جانب شرعي ده اللي هنتكلم فيه واللي تكلم فيه الدكتور تمام وليها جانب تاريخي تمام وليها جانب سياسي خلاص؟ تمام فالليات هنتكلم في الجانب الشرعي تمام الملاحظات الاولى هو طبعا دكتور علي جمعة بالنسبة لي يعني انا احطه في مرتبة الاسدزة يعني فلما يقول حاجة لازم اهتم بيها فهو بيقول لي اضبط اللغة ايه اقول له حاضر واقول له ان انا بقالي سنين طويلة بتكلم في ضبط اللغة فلما نجي لحدة تشيخ مثلا يعني فيه المعنى اللغوي لو واحد طاعن في السن وفيه المعنى الاجتماعي اللي احنا بنستعمله في كلامنا العامي انه واحد اللي بيستعمله وبيتكلم باسم الدين اه ملتحي اه فحتى لو كان عنده عشرين سنة ودخل الازر وبتاع بنقول له يا شيخ فلان خلاص؟ فانا لما بقول انه المشايخ دول اللي قاعدوا يحصروا مش عارف ايه ويعملوا ايه دي ما كانتش سلوكيات جيدة فهنا الشيخ بالمعنى ايه حاجة تانية برضو من حيث ضبط اللغة الراجل بيقول لي طب الى الله فانا بقول لك يا سيد ام انا بطوب كل يوم ثلاثة اربع مرات وكان النبي يطوب فهو الدكتور اللي كان بيستغفر مئة مرة فيها طيب بنفكره بس نقول له دكتور علي الحديث ده له كذا شكل انه انه لا يغان على قلبي فاستغفر ربي في اليوم والليلة مئة مرة وفي سيرة اخرى سبعين مرة وفي بسيرة اخرى فاستغفر ربي واكتوب اليه سبعين مرة وهو يعلم تعليه انهم السوفي الفيلسوفي العظيم محمد بن عبدالحق بن سبع من اهل القرن السابع الهجل هو لقبه ابن سبعين كان يسأل عن سير هذا لقب فكان يرد أنا ابن مراتب توبة النبي في اليوم والليلة نعم فبالتالي وفي الحديث الصحيح الندم توبة إذن الاستغفار والتوبة والندم هي مفردات واحدة ثم أنه أنا ما كنتش بتكلم عن شخصية الرسول أنا بتكلم على اللي بيقول لي طب عشان يوديها ناحية الاستتابة نعم ودكتور يعني فاهمي الكلام دا الجزء الخاص بأن حضرتك نشرت 30 ألف صفحة من التاريخ الإسلامي بيقول إن فيه الشيخ محمد الغبراوي علشان انت قلت محدش عمل دا ليه والشيخ رطة العدوي بس دول مصححين يا دكتور انت عارف التحقيق يعني إيه يعني فرق بين مصحح في مطبعة آه ممكن يكون تجاوز الرقم دا حد منهم بس دا كان بيصحح بروفات وحدتك تعلم يعني إيه تحقيق مخطوطة يعني نبعث كل العالم نجيب المخطوطات والكتاب اللي انت قمت بيه المسأل الشامل في الصناعة الطبية دا كنت لسه صغير يعني أنا باعت عربيتي عشان أشتري مخطوطاته عشان أقابل النسخ ببعض نعم يعني وكنت ممكن أعود ثلاثة أيام عشان كلمة كلمة واقفة لأن أنا عندي المخطوطات مختلفة في لفظة فيجي مثلا ابن نفسي يقولك وكسور المشايخ صعبة لبطء نمو الداشبز أو الداشبد أو ما فيش نقاط خالص وأعيش أنا با عشان ألاقي المصطلح دا أكتشف بعد دي قعد فيها ثلاث أسابيع وأسأل دكترة ومش أعرفه كذا إن دا اسمه الكالوس اللي هو المادة الجيرية اللي بتلحم العضل دا التحقيق أنا مش برجع بروفات وبعد بعمل مقدمة وبعمل دراسة وبعمل هوامش وبعمل فهارس يعني طبعا يعني آخر حاجة في الملاحظات الشكلية أهم حكتين في الحقيقة المفهوم الطريف جدا اللي طرح الدكتور علي أستاذنا يعني دكتور علي جمعة إنه يعني يعرج يعني يمشي متعرج ما حتيجي دي الوقت دي بالنص يعني حجبها لك بالنص لا ما نرد عليه علاقة مش محتاجة كتير فيه فرق بين العروج والعرج العروج هو الارتفاع قولا واحدا في كل متون اللغة العربية وفي القرآن يعني إن الله بيدبر الأمر من السماء إلى الأرض وإليه يعرج يعني يرتقي قولا واحدا بس حارتك عملتها خط مستقيم علشان كده أنا حريص على النص لأنه قال العروج في السماء وفكرة الخط المستقيم مش موجودة في السماء هو استند لناسا يمكن خنته الزاكرة هو دي من نتائج أينشتاين إنه لا توجد في الفضاء خطوط مستقيمة بمعنى إن شعاع الشمس يسير بشكل منحني إلى أن يصلنا وإذا كان عايز يستشهد ما هو ذكر الشيخ الأكبر محيدين ابن عربي نعم يعني ما هو قال من سبعمائة سنة الأمر دائري يعود إلى ما منه بدأ خلاص إنما فكرة إنه يعني بالطريقة العمل إن المعرض يبقى كده وبعدين يطلع كده يعني مفهوم طريق أنا حب أحريك إن أنا إلي النص عشان يبقى الكلام يعني بتشرح النص طيب أهل هناك ملاحظة شكلية تانية آه آخر واحدة إنه بيقول لي إنه القدس كلمة عربية وإن عندنا القدوس آه طبعا بس أنا ما قلتش عربية ولا أجنبية أنا قلت إن تسمية بيت المقدس هي جاريون على التسمية العبرانية القديمة لأرشاليم سموها بيت هامقداش فلما جي وقت التوظيف السياسي تاني نعم التوظيف السياسي للقصة دي على إيد الأمويين في العقد الثامن من تاريخ الإسلام يعني بعد زمن اللي هدوا الكعبة خد بالك اللي بنا القبة الصخرة هما اللي هدوا الكعبة اللي احنا بنحجلها دي نعم إذن كان الموضوع لعب سياسي إنه هؤلاء حولوا شعور المسلمين بالتبجيل من مكة إلى هناك واستعمال هذه اللفظة بيت المقدس لم يظهر قبل عصر المأمون في القرن الثالث الهجري إذا الدكتور علي جايزنا غلطان نعم بس احنا عندنا وصائق كتير عربية عندنا برديات وعندنا مرسلات وعندنا العهدة العمرية نفسها يجيب لي كلمة بيت المقدس أو القدس خلال المتين وخمسين سنة الأولى من تاريخ الإسلام مش هيلقي طيب ده كلام كويس في النهاية أؤكد على الاحترام الكامل طبعا من فضيلة الدكتور علي جمعة وللدكتور يوسف زيدان وما زلت أسر على ما بدأت بهذه الحلقة نحن نقدم نموذجا راقيا للخوار الهدف منه أعمال العقل إن احنا نفكر ونستطيع أن نتحاور بمنتهى الأدب والاحترام دون أي تجاوز هطلع فاصل بعض الفاصل هرجع بأول فيديو للدكتور علي جمعة لما كان بيكلم عن قصد كلمة القدس ناخدها تفصيلي لأن حتى الحبيب علي جفري كتب في هذا الأمر في نفس المصطلح بعد الفاصل اللي زعب إليه الدكتور يوسف زيدان ليس هو أول من قالها سيادة الدكتور أخذ بالحجة دي هيحط نفسه في وقتة كبيرة جدا القدس ابن حجر العسقراني أورد لها عشرين لفظة عند وكانوا لما كنا نجلس مع اليهود في المؤتمرات العالمية وكذا يقول لك ده القدس موجودة 72 مرة عندنا في الطورة وبأسماء مختلفة أرشليم وأرسليم وأرسليم وبيت المقدس والقدس والياء وحاجات كتير وزي ما أنت قلت في المقدمة عن الحبيب علي الجفري أنه يعني إفرض أن الحاجة لها تلات أربع القاهرة ولا مصر ولا المحروسة ولا العاصمة ولا أي حاجة هي واحدة يعني الأسماء تتعدد والله سبحانه وتعالى ضرب لنا بذلك مثلا أن له 99 ناس نعم اسماء الأسماء الحسنة في القرآن 150 ناس موزيد في السنة 164 نسم ويزيد في المجموعة الـ 220 نسم فتعدد الأسماء لا يعني شيئا حضرتك بتقول أن القدس لا أسماء عديدة لكن كلمة القدس نفسها كلمة عبرية هل هذا الجزء صحيح؟ يعني لما نوع السلام في الصلاة يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح الملك القدوس لموجودة في اللغة العربية نعم موجودة في اللغة العربية بمعنى الطهر بمعنى النزاهة بمعنى الطيبة بمعنى قدسة وهكذا أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى عايزة أزفلكو خبر بس أنا وأنا بتناقش مع الدكتور يوسف زدان قبل ما ندخل في صلب الموضوع بنتفق وسنعرض الأمر على الدكتور علي جمع أن يكون بيننا صالون شهري نستمتع بحوارات مختلفة تتري العقل والفكر ما بين الشريعة وما بين الفلسفة ورؤية الدكتور يوسف زدان ورؤية الدكتور علي جمع في مناح عديدة جدا وأنا يعني أحد الزملاء خلف الكاميرا راح مسقف وقال دا حيبقى شيء عظيم وأنا شايفه شيء عظيم إن شاء الله بشكرك يا دكتور دكتور تعليقك على مقاله الدكتور علي جمع كلامه سليم المدينة فعلا سلميات بأسفة مختلفة وفي مرحلة من تاريخها كانت مدينة يهودية لابد لنا من الاعترف بهذا وكلام أخونا بارد دكتور علي الحبيب الجفري هو بيقول أنه بناها إبراهيم نعم طب يا جماعي يعني وصلنا هو لأنه أعايز أوصله إنه هذه المدينة مقدسة عند التلات ديانات خلاص تمام ثم نفتكرش إنها بتاعتنا إحنا ويا مش في إيدينا أصلا تمام يعني نتعايش بقى بس اللي نفيها هو إحنا اللي رهدين نتعايش طبعا ولما سألوني والفلسطينيين طبعا لهم حق فيها أما للألف ومتين سنة عبادة دول يعني هيروحوا فين أيها بس بدا الأمر أو الجملة بتاعت حضرتك كأننا اللي رفضين نتعايش وكأن اليهود والإسرائيليين بيعرضوا علينا أن نتعايش جميعا فإحنا رفضين طيب أنا بس يعني كل ما هتكلم بيقولوا بيدفع عن إسرائيل أنا مدفعش والله عن إسرائيل أنا هي لا تزال عدو بس زي ما أنا وصفته عدو عاقل إنما خلينا أدي لك مثل الأوبة المذهبة بتاعت أوبة الصخرة نعم عملها بن لادن المؤسسة بتاعت بن لادن عملها إمتى مش وهي تحت يد إسرائيل يعني سمحنا إحنا سمحنا لهم يرمموا معبد من المعابد اللي في بلادنا لا أيها بس هم بيقفلوا ما بيسمحوش لنا إن إحنا نصلي فيه وبيعملوا مجازر كتيرة جدا هو حد قال إن إحنا سمنا على العسل أنا بقول إن إحنا مختلفين بس أنا بديك أمثلة يعني دول ناس سعوديين بضغط إسلامي عايزين يرمموا لأوبة الصخرة ويخلوها مكسية بالدهب فبيخش بتخش مؤسسة بن لادن وهي تحت إيد اليهود وبعدين هم عملين ينبشوا زي الفران كده يحفروا عايزين إيه يا يهود عايزين يهدوه لا عايزين ندور على المعبد نعم بتاع سليمان على الأسس إنه هو الهيكل سليمان بنى الهيكل كالأول هيكل نعم لما وحد المملكتين وما لحقش بعد موتوا انقسموا تاني وبعدين هيرود أو حيرود أو هيرودوس عملوا معبد وبعدين اتهد وفضلت منه حت الطوبة صخرة فهم بيبصوا لها بقى لهم يعني ألفين سنة بيبصوا على هناك واحنا عندنا المساحة مية أربع واربعين ألف متر مربع ومعظمها فاضي ما تخذ ما يبنوا معبد وخلاص خذ الأرض وخذ حقوق للفلسطينيين وخلي القدس دي مدينة زي مجمع الأديان كده وخلاص إيه معنى الموت المجاني ده يعني هنقعد سبعين سنة تاني نتحاجب ليه طيب هي وجهة نظر خلينا نروح للفيديو رقم أربعة عايز تعلق على حاجة تانية يعني ممكن في الفيديو اللي جاي نعلق على اللفات واللي جاي طيب أوكي هندخل على فكرة المعراج وصورة النجم تفضل 21 أو 23 و50 ملهاش دعوة بالنزول ده ليها دعوة بالتمام سيدنا جبريل على مدى 23 سنة من ابتداء الوحي هو لما بدأ الوحي بدأ إزاي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وبس أدي اللي نزل طب وما البقيت الصورة دي اللي قاعدين نعمل آه دي نزلت بعد كده ده ممكن يكون بعضها نزل أثناء سفر وممكن يكون بعضها نزل في السماء وممكن يكون بعضها نزل في المدينة طب ما عندكوش تسجيل للستة الف متن ستة وتلاتين آية فيه الحكاية دي القرطبي والنحاس وغيرهم بيقولوا ده من أمحل المحال أنت عارف مين اللي يقولك عليها؟ مين؟ اتنين في الكون سيدنا النبي وسيدنا جبريل هنا بقى الحتة بقى لنا إيه؟ يعني عايز بس نبه إليه؟ نعم وده ترتيب الأزهر طب حشرنا الأزهر ليه دلوقتي فيه حاجة إحنا ما إحناش عارفينها بدايتها من نهايتها يا جماعة القرآن كله كده من أوله لآخر نعم ولذلك لما جون في حكاية مدني ومكي اختلفوا على سلاسة آراء إيه المكي ده وإيه المدني فقالوا اللي قبل الهجرة مكي واللي بعد الهجرة مدني قالوا اللي نزل في مكة يبقى مكي يبقى اللي نزل في المدينة يبقى مدني أهلا الله طب واللي نزل بين باي اللي نزل في الإسراء يبقى نزل كذا إلى آخره قالوا ده يبقى نوع ثالث الرأي ده اللي بيقول كذا قالوا لا دي مسألة زمنية أو مكانية أو هي موضوعية لما نقول يا أيها الناس يبقى نزل في المكة يبقى الذين أمنوا يبقى نزل في المدينة قيل ده وقيل ده وقيل ده كل دي إيه زي ما بنقول دلوقتي أفكار لكن لا فيها نصوص ولا فيها قرآن بيقول لي أنا نزلت إمتى ولا فيها ترتيب للقرآن حديث عفيف أنني قد أتيت مكة وكان بيني وبين العباس تجارة فوجدت رجلا يخرج من خباء ووجدت صبيا يخرج بعده فيقف عن يمينه ووجدت امرأة تخرج بعدهما فتقف خلفهما فقلت يا عباس ما هذا قال هذا ابن أخي محمد العباس عم محمد نعم ابن أخي محمد يدعي ويزعم أنه نبي ولا أعرف سوى هاتيك يعني الهيئة دي على هذا الأمر اليوم يعني لسه أبو بكر ما أسلمش خلاص يبقى إحنا إمتى في البداية كمان فصلوا فقال عفيف وددت لو أني أسلمت حينئذ فأكون أول من أسلم تبقى الصلاة فردت في المدينة لا الكلام دا غلط نعم الصلاة فردت في مكة من أول يوم الإصراء أطلق على هذه الرحلة كلها نعم ما كذب الفؤاد ما هيش رؤية لأن الرؤية لا يراها الفؤاد إنما يراها العقل الباطن فضل يا دكتور يعني معظم اللي قالوا أنا موفق علي إنما تركبته يعني لها ملاحظات عليها فضل بس أولا لازم نوضح حاجة الدكتور علي جمعة يعني شفعي المذهب والإمام الشفعي رحمه الله كان يقول نحن أمة السند وبالتالي جل اعتمادهم الشفعية عموما على الإسناد نعم أنا بقترح حاجة تانية يعني في أصول الدين قوعد الاستدلال معروفة القرآن وبعدين الحديث وبعدين الإجماع سواء تبقى إجماع الفقاء أو إجماع الأمة طيب أنا إلا هيوديني للأحاديث إنما لقش في القرآن إذا كان القرآن حاسم في الأمر فمن هذا الباب نبدأ طبعا لازم هناخد من الأحاديث بعض حاجات صباح يعني مثلا شكل الصلاة هناخده من الحديث لأنه مش موجود في القرآن بس مش معنى كده إن نخلي الأصل التاني هو الأصل الأول نستمسك بالأصل الأول بذات إن إحنا في زمن فتن يعني وكده والأحاديث يعلم الدكتور ويعلم المتخصصين أن فيها ما فيها فخلينا نستمسك بالأصل اللي لا خلاف عليه عند كل المسلمين القرآن فضيلة الدكتور بيشوف إنه ترتيب الآيات مستحيل معرفته طيب إحنا أولا عارفين البداية وعارفين النهاية تمام عارفين اقرأ أول حاجة بسم الله وعارفين اليوم أتممت لكم دينكم آخر حاجة وما بينهما في مرحلة مكية يعلم الدكتور ويعلم المتخصصين إن أغلبها هو تفكر في خلق الله واستحضار لقصص الأنبياء وإيناس يعني الوحي يؤنس النبي وأوائل المسلمين ثم في المدينة تشريعات يعني بعض الصور بدأت في مكة واستكملت في المدينة طبعا تمام نجيب أي مصحف يعني يقدر أي حد من المشاهدين يقوم يجيب من عنده من البيت أي مصحف بس مش اللهم بتوع اليومين دول اللي بالهم عشق سنين بس هيلاقي المصحف اللي أنا شفت له ما لا حصر له من مخطوطات والمطبوعاته يعني تملأ الأرض هللاقي في كل صورة هيقولك صورة كذا مكية أو مدنية أو مكية كية الآيات من كذا إلى آخر الصورة مدنية ونزلت بعد صورة كذا نزلت بعد نعم كل صورة في القرآن يتقال كذا صورة كذا ونزلت بعد صورة كذا إذن عندنا الترتيب في خلاف بسيط بين الناس اللي اشتغلت فيه علوم القرآن ودون ناس إليلين قوي في ترتيب الصور يعني خلاف لا يتعدى مثلا عشرة في المية بس كل القوائم الخاصة بترتيب النزول مش ترتيب وضعها في المصحف ترتيب النزول بتقول إنه صورة النجم نزلت قبل صورة الإسراء خلاص هل معنى نزلت اللي بيقوله الدكتورة علي جمعا إنها قد يكون نزل جزء وفي جزء آخر نزل بعد ما الإسراء بدأت تنزل هي بدأة بأولها كده نعم صورة الإسراء بتبدأ سبحان الذي أسرى بعبديه ليلى على طول تمام وصورة النجم بدأة على طول والنجم إزاه هوى ماذا الله صاحبكم وما غاوى والسياق متصل هوا ما فروش أي قطع تمام خلاص لأنه في القرآن بيحصل ساعات يعني نوع من الديفياشن كده أو تحول المصار وبعدين بيرجع ودي ظاهرة قرآنية معروفة وعارفينها اللي درسوا علوم القرآن فلا خلاف في ترتيب بالذات صورة الإسراء وصورة المعراج لا خلاف إن المعراج أول الاختلاف بقى في إيه هل هي قبلها بخمس سنين ولا بسبع سنين نعم طعا هل يعقل إنه نتكلم عن المعراج وبعد سنين نتكلم عن الإسراء دا لو سلمنا بهذا بهذا الرأي يعني أنا عندي رأي آخر بيرى هذا وعالم كبير طيب فلازم أقولي من أنا قدام رأيين طيب نقول حجة أقوى شوية دلوقتي هو مش القرآن ده كلاموا الله المبين طبعا طيب لما في إسراء أوأل المسلمين هم اللي سموا الصور تسمية الصور ده مش تنزيل مش وحي نعم نعم لما يجمعوا فبقوا ياخدوا يعني حاجة من الصورة ويحطو يحطوها عنوان ومن هنا جات كلمة صورة البقرة صورة ألع عمران صورة ألع بحسب الموضوعات اللي هي بيلتقتوا يعني حاجة فيها وده لخلف عليه لو كانت صورة النجم بتحدث عن المعراج كان أوائل الصحابة اللي جمعوا القرآن كانوا سموها صورة المعراج بس لحالتك بتدور كده على دليل منطقي يا تماشى مع الطريق تتفكير حضرتك لساعاته هم فكروا في إيه أو حسبوها إزاي أو اختاروا على أساس يعني سموها النجم أي تسمية عامة جدا مفروض لو المعراج كان يبقى أقوى كان بس هذه خلالة ابتدى بالنجم طيب مش هو قرآن مبين نعم طب هل لي صح في هذا القرآن العربي المبين أن يتحدث عن شيء ضخم ومهم زي المعراج وما تذكرش كلمة المعراج سبحان الله ما عرفش طيب نيجي للقرآن نفسه وبعدين نبقى نروح للحديث القرآن بيقول باستحالة المعراج ليه؟ أنا جاي بالنصوص هو بس عشان إيه؟ ما نجيش نغلط في كلمة فيعودوا في سورة الإسراء نفسها بعد ما خلص الكلام عن الإسراء قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى وهي بدأ يحط شروط تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعلم فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك يعني شوف شروط عشان نصدقك كذا أو كذا أو كذا أو ترقى إلى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه القرآن بيرد عليهم بيقول إيه على لسان النبي قلت سبحان الله هل كنت إلا بشرا رسوله يا راتل عسامة إزاي طيب في آية تانية ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب لازم نفاصل أو يرسل رسولا لا بإجمع المفاشين جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء إنه الله هو ربنا يعني سبحانه علي شوفوا التسماء علي حكيم يعني الوصلة بين الإنسان والله بالمعراج دي موجودة في الزردشتية في الديانات الهندية الأديمة في الهرمسية في الاتجاهات الغنوصية الغنوصية اللي هي الاتجاهات اللي بتشوف إن المعرفة بتحصل لما النفس الإنسانية تتخلص من سيطرة الحواس فتصعد إلى العالم الأعلى فتتلامس مع الحقائق العلوية إحنا ديانة رسالية يعني بتيجي من السماء إلى الأرض عبر وسيط هو جبريل أو روح قدوشيم عند اليهود والمسيحية طبعا فيها اختلافات علشان حكاية إنه إنه المسيح هو الله ده موضوع تاني إنما في اليهودية وفي الإسلام لازم حد انفردت اليهودية عن الإسلام بحاجة بشعة جدا إن قالت إن الله بينزل بنفسه ودي الإسلام مناعها تماما نهائيا فبالتالي إنه لن نؤمن لك حتى ترتقي وتجيب لنا كتاب فبيقول لهم هو أنا هعمل كده إزاي أنا بشر رسول وفي حتى تانية إنه ما فيش بشر هيكلمه الله إلا عن طريق إنه يبقى فيه فاصل نعم إنما ما فيش مشافهة وبعدين أخش بقى في حتى المعراج بدأ من المنطقة دي ولا من غيرها ولا استنى فيه عندك فيديو تاني لا أنا عندي فيديو تاني بالمسجد الأقصى ونخدها مع طيب ماشي وقفت وعيد بس توضيح جزء تاني في الصلاة الشاهد الصلاة بدأت قبل حاضر حاضر بس شاهد الكلام إيه هنا إننا يا دكتور علي أو الحبيب علي الجفري أو أي عاقل إحنا كلنا متفقين مش إحنا الأوائل متفقين على إنه قواعد الاستدلال الشرعي يعني أنا هنا بستعمل حرج الأصليين مش الفلاسفة بتبدأ بالقرآن طيب إذا كان القرآن بيقول كده إيه اللي يضطرني أنا للحديث اللي جمع في القرن الثالث طيب هذا أصدر حيوصلني لأن هل الأحديث الصحيحة أو المتفق أنها صحيحة حضرتك ممكن تتوقف أمام بعضها مش أنا ابن الصلاح والمتخصصين يعرفوا من هو ابن الصلاح وابن النفيس في أصول علم الحديث النبو بيقول بالحرف الواحد وأما الأخباره يعني الأحديث التي بين أيدينا الآن فإنما نتبع فيها غالب الظن للعلم المحقق العلم المحقق ده في القرن نيجي بقى المسألة الصلاح لو أنا خدت بقى بالأحديث دي متضاربة تضارب رهيب جدا في المسألة مثلا يقول لك إيه في الحديث أو في أحد الغوايات أن النبي سيدنا محمد صلى بالأنبياء أو المواصل المكان اللي هو المقدس وقبل عروجه لا دكتور علي قال بعض العروج لأنه لما صعد في الإسراء لم يكن يعرفهم لكن لما نزل بوصلة فكان يعرف ليكن هاقبل هذا تمام هاقبل هذا إذن الصلاة فقدت على قولهم أو على قول من يقول بذلك في المعراض ماشي؟ عددها وليست الصلاة كصلاة كان يصلي النبي الدكتور علي قال أنه كان بيصلي رؤيا كان بيصلي مرة في الصباح ومرة في المساء ركعتين وركعتين طيب يبقى مش دي صلاة المسلمين لكن هو كان يصلي ما هو ما وصفش شكل هيئة الصلاة أولا إحنا عندنا أنه من غوايات ومرويات الإسراء والمعراض اللي أمعرفش ليه جمعهم مع بعض الإسراء حاجة والمعراض الإسراء لا شك فيه ده جات فيه نص خلاص تمام احنا من كل بلد في المعراض قالهم أنه سيدنا موسى قاعد يقول له لا خفف على أمتك فيطلع فيعملهم مش عارف كام وينزل يعني شكل يناسب البسطاء من الناس بس يعني كأنها الحكاية تفاوضية كده إنما ليكن صلاة المسلمين خمسة حسيمات خمسة وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة في المدينة مش في مكة نعم لو عايز تقول لي الركوع والسجود هنجب لك النقوش اللي من زمن الدولة الوسطى في مصر القديمة مقبرة بشيدو فيها كل حركات الصلاة بتاعتنا دي يبقى إذن العبرة في الصلاة مش بالشكل ما السجود طول عمر موجود الركوع طول عمر موجود إذن كان الرسول في مرحلة يؤدي بشكل وبعد الإسراء أصبح هناك شكل حلو الإسراء أنا بكتهد أنا يعني لا 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 ليكن الإسراء ولو ضفنان المعراج حصل بلا خلاف في الزمن المكي مش كده نعم والصلاة بتاعت المسلمين خدت شكلها النهائي في الزمن المدني تمام طب ليه ما طبقتش بقى في الزمن المكي يعني الشكل اللي احنا بنصلي بيه ده ونعرفه ونقول دي صلاة المسلمين وبنقول أو بنعتقد إنها فردت في المعراج تمام لعلى اعتبارك إنه موجود المعراج طيب ليه ما ما صلوهاش وهم في مكة ما كانتش موجودة ساعتها إذن كان المعراج موجود والصلاة مش موجودة لا أنا بتكلم على ما قبل المعراج اللي قاله الدكتور علي جمعة ما قبل المعراج اللي حالتك بتستدلي على عدم وجود الأقصى لأنه لم تكن هناك صلاة لا هنروح للأقصى أنا دلوقتي في حتة الصلاة لا أنا بتكلمها هي رابطها الدكتور علي بالأقصى فوجدت هنروح للأقصى بتقول إزاي صلاة وكانت لسه الصلاة ما فروضت دي قلت لك أجيب لك حجة أقوى تمام الشكل النهائي لصلاة المسلمين تم بعد المعراج تم وضعه في يسرب في المدينة المنورة خلق بعد الهجرة نعم وقول لمن يقول بالمعراج كلهم بلا خلاف بيقولوا إنه حصل في المرحلة المكية نعم قبل الهجرة طب إذا كان قبل الهجرة وفردت الصلاة بشكلها النهائي ده فيه طب ليه ما تصلتش هنا ليه الانتظار كل ده نعم ما ينفعش سنين طويلة لن أملك الرد يعني أنا ما أقدرش هرد أنا حضرتك طرحته ده كويس نروح بقى للمسجد الأقصى هطلع فاصل آخر فاصل فاصلكو كتير آخر واحد آخر واحد معلش هنطلع فاصل ونرجع نكمل باقي عندنا فيديو كمان الفيديو الأخير أه أوكي هتطفي بعد الفاصل النبي اعتمر أربع عمرات يا أخوانا عمرة الحديبية واتمنع تمام والعمرة القضاء تاني سنة تبقى الاتفاق الحديبية قال له أنا هاجي تاني سنة معتمر فجوه وفعلا عمل العمرة والعمرة التالتة مع فتح مكة وبعد حرب حنين أو معركة حنين راح ذهب إلى الجعرانة الجعرانة دي اللي احنا بنسميها دلوقتي مسجد عائشة فلما ذهب إلى الجعرانة كانت في السنة الثامنة مش وهو رايح الطائف يعني بعد ذهابه إلى الطائف بـ 11-12 سنة ليلة الأربعاء لاثنتين عشرة بقيت منذ القعدة ليلا فأحرم من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى وكان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالجعرانة فأما هذا المسجد الأدنى يعني فيه مسجد تاني واحد في بداية الوادي واحد في آخر الوادي واحد أقرب واحد أبعد إحنا هنا في مدينة الإنتاج الإعلامي نعم المسجد الأقصى الحصري نعم لأنه أبعد المسجد الأدنى فاضل مسجد فاضل واخد بانسياتك لأنه قدامنا هو نعم يبقى إذن الأدنى والأقصى دي صفة مش اسم نعم يبقى لازم نفرق بين الصفة وبين الاسم إيه الصفة قالون إيه في الأظهر عليها وعلمونا قال لك الاسم عالم على الذات إيه العالم على الذات ده إذا أطلق انصرف الذهن إليه يعني خيري أول ما أقول للإخواننا هنا هو فين خيري يقولوا ليه ده موجود في الستوديو جوه نعم بيسجل أو بياء على الهوى ليه إيش معنى ما قالوا ليش يعني خيري هنعمل خير يعني ولا نعم ده اسمي ما هو الصفة والصفة الصفة معنى قائم بالذات الخيري أقول لك يا أخي ده أنت صاحب خير كتير نعم أنت اسمك حسن بس حسن ده يعني حسن الوجه يعني ولا هو اسمي حسن في شهادة الميلاد حسن في شهادة الميلاد ده اسم أنت رجل حسن ده صفة ممكن موجودة في كل حاجة طيب فإنما السلام كان يحب الجعرانة دي أول إنها على بعد 25 كيلو من مكة وخلى عائشة وهي في الحج بقى حجة الوداع قال لها روحي بقى احرمي من الجعرانة بالعمرة قالت الناس هتروح بعمرة وحج وأنا هتروح بحج قال لها لأ فأحرمت فسموا المسجد ده اللي هو بيسميه المسجد الأقصى مسجد عائشة موجود لغاة النهاردة نعم الوادي له أدنى وله أبعد أقصى نعم فالعدوى القصوى العدوى يعني الحتة يعني الجهة الحتة بعيدة القصوى دي هي المسجد الأقصى ايه حلاقة ده بالمسجد الأقصى بتاع الإسراء أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أهلا دكتور يوسف تفضل الفضيلة الدكتور أثبت اللي أنا عايزة أوصله أنه تسمية المسجد الأقصى ليست قاصرة على مكان بعينه نعم كل ما هو أبعد له أدنى وكل ما هو أدنى له أقصى إلى آخره على الطريق إلى الطائف مواضع تقديس كثيرة من قبل الإسلام ليه؟ لأنه العبادة الأولى عند العرب قبل الإسلام كانت عبادة اللات الإلهة وكانت الكعبة الكبيرة للات في الطائف كان في عدة كعبات وأكبرهم دي بشهد المرخين المسلمين وأول شيء عمله سيدنا محمد بعد فتح مكة أنه أوفد من يهدم كعبة الطائف فأماكن الإحرام والإحرام تقليد برضه من قبل الإسلام تبقى أماكن مقدسة والناس بتسجد فيها برضه والناس بتسجد للأباطرة وللآلهة طول التاريخ إذن كلمة المسجد الأقصى ليست محددة بموضع بعينه إنما هي صفة زي ما قال طب ما نختبر الصفة دي يعني نشوف الدلائل بتاعتها ونشوف كلام ربنا في القرآن مش الأحاديث نعم ربنا ما حيرناش عن سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأخذ كمل بقى الذي باركنا حوله يعني في بركات في الحتة دي لما نصدت الآية دي كان المكان ده بقاله خمسمائة سنة مقلب زبالة نعم ليه لأنه لما الرومان دمره المدينة اليهودية المقدسة وأنشأه أو أنشأت لاحقا مدينة مسيحية فالمسيحيين بينهم وبين اليهود حزازات عشان بيعتبروا أنهم واشوا بالمسيح فالصخرة اللي هي فيها المشكلة يعني دي اللي بيقولوا بقية من المعبد بتاع هيرادوس أو حيراد تعمد المسيحيين أنه يخلوها مقلب زبالة دا مش كده وبس وبعد الإسلام نقول للدكتور علي وكل البحثين ارجعوا لي وسائق الدولة الفاطمية الدولة الفاطمية بدأت في مصر 258 ووصل المعز 262 والحاكم بأمر الله هدم كنيسة القمامة 300 وشوية هجرية يعني بعد 300 سنة بعد العهد العمرية المسلمين كرروا نفس الغلطة اللي عملوها المسيحيين المسيحيين بيهنوا اليهود فبيرموا قمامة المسلمين بيهنوا دول ودول وبيرموا قمامة فبقت كنيسة القيامة اسمها في المصادر في 90% من المصادر كنيسة القمامة وهدمها الحاكم بأمر الله في فورة من فوراته وأخته ست الملك بعد اختفائه الغريب ده استردت المسيحيين في العالم بأنها أعادت بناء كنيسة القمامة كنيسة القيامة إذن إذن فين البركة بقى هل هذا يعني عدم وجود بركة إهمال مقدس أو التعامل السياسي معاه بلاش قل لي خلال التاريخ كله على حضارة واحدة قامت في الحتة دي برضو عدم وجود حضارة يعني طب قل لي عالم أنا بسأل قل لي عالم نظرية مبنى آآ مفيش يبقى يبقى أين البركة الإلهية إذن المقصود بالكلام ده أنت شفت أن هذا المكان فيه إشارة لعز المسلمين أو زلهم فيما كتبت سابقا كنت بتستند إلى يا دكتور إلى إيه أنه دايما المنطقة دي منطقة ألم لكل الناس زي ما قال محمود درويش كده في قصيدة له بيسخر مننا من شعره الأخير قالوا مصادفة صارت الأرض أرضا مقدسة ليس لأنها نسخة عن فراديسة علوية بل لأن نبيا تمشى هناك وصل على صخرة فبكت وهوى التل مغشيا عليه من خشية الله ومصادفة صارت الأرض أرضا مقدسة لأن ألوفا من الجند ماتت هناك دفاعا عن القائدين الذين يقولان هيا وينتظران الغنائم في خيمتين حريريتين من الجهتين يموت الجنود مرارا ولا يعلمون إلى الآن من كان منتصرا اللي كان يحصل إيه بقى ييجي الأمويين يتخنقوا مع عبدالله بن الزبير نعم فعبدالله بن الزبير يشترط على الحجيج اشترط أعفقه يعني البيعة فيجوا هما مدمرين له الكعبة كعبة المسلمين اللي له خلاف بقى في قدسيته ويعملوا حاجة بديلة طيب ييجي الأمويين يقتلوا عبدالله بن الزبير الحجاج بن يوسف الثقافي يقتلوا ويستولوا على الوضع فتختفي ذكر المدينة تختفي لحد ما ييجي الصليبيين أو ما يسمى يعني ما يسمى بالحرب الصليبية آه كنيسة القيامة انت كل شوية تهدوننا فيها وتبنوننا فيها وبتاع احنا عايزينها فنيجي ايه يجو راحين محتلينها فيقعد المسلمين يزعل ويفتكروا بقى ويطلع لنا بقى الكتب والمؤلفات اللي عن فضل القدس الشريف عشان تحميس الناس ليه لان الحكام بتوع مصر والشام ما كانوش عرب كانو مسلمين فالاداة اللي ممكن يبرر بيها مشروعية حكمه هي الجزء الديني يبقى عزين نحرر القدس ليه لانها كذا ويستعملوا الحججة التي وردت في الاحاديث والمغويات النبوية اللي دونت بعد 250 سنة هل استغلال السياسي ده بينفي أنها مقدسة؟ أن لها خصوصية خاصة في كل ديانات؟ القدسة لا يوجد مقدس في ذاته المقدس هو ما ينظر إليه الجماعة باعتباره مبجلاً هو ده القدسة يعني ما فيش الكباية دي لو يعني كان الخليفة عمر بن الخطاب شرب فيها وحد احتفظ بها لحد دلوقتي كان هتبقى يعني مبجلة مش عشان هي كباية أه بس الأكوبية دي ورد ذكرها في حديث الشريف حررتك استعانت ببعض الاحاديث لا أنا بقول الاستعانة بالحديث للتدليل على أهمية المكان تكون ده القرآن تمام القرآن الذي باركنا أنت بتقول القرآن ما بيكلمش عنها بيكلم عن مكان تاني بيكلم عن مكان نا الدلائل تشير ألانيه هو هذا المكان الأحاديث النبوية بتؤكد أنه هذا المكان بعد 22 وخمسين سنة بعد الحرب بين الأمويين تصدق راح شراء يفتكروني الناس طيب نيجي بقى ليه هي دليل على مكانة يجي الصليبيين يحتلوها فالناس تهيج فهيجي صلاح الدين يعمل صلح وياخدها خلاص بعد 40 سنة عملي ابن أخو الكامل ادها لهم تاني وتلاقي في شزارات الذهب شزارات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبالي يقول ثم دخلت سنة 626 وفيها سلم الكامل القدسة للإنبرور ملكهم الإمبراطور يعني هو يقصد فريدرك التاني إمبراطور سقلية ذلك أن الإنبرور كاتبه قائلا هذه القدس أنتم قد خربتموها وليس لها دخل طائل فإن رأيت وأنت دعوتني بالمجيء فإن رأيت أن تنعم بها علي ليرتفع رأسي بين الملوك على أن أحمل إليك خراجها كنت لك من الشاكرين فوهبها له وليته اكتفى بل أتبع ذلك بأزية الرعية وقتال عسكر أخيه ومات خلق كثير لغير وجه الله وده اللي إحنا في دلوقتي أن يموت خلق كثير لغير وجه الله طب يعني صلاح الدين بسلامته خاد القدس عمل إيه ما هو سباق أجبر هي بس دلالة على إحنا أقوية ولا ضعفة بس طيب أنا علشان الوقت أنا آسف في النهاية هو الدكتور يوسف زدان عايز يقول إيه عايز أقول إن الإنسان أغلى من الحجر عايز أقول إن الروح أقدس من فهمنا للنصوص مش هقول النصوص من فهمنا للنصوص عايز أقول إن القرآن مدومنا مسلمين يبقى القرآن هو الحجة الأولى ما نعكسش الأمر يعني الدكتور علي جمع بيستشد ابن حجر وابن حجر غالبا يعني في إتحاف الباري بشرح سرح البخاري دي أحاديث كتبت بعد 200 سنة على الأقل إنما القرآن هو موجود من الأول فأنا ليه هسيبه وهو واضح ومحدد واروح للمناطق الخلافية إنما نهاية الأمر إيه إن إحنا قدامنا حجة من الاتنين يعني مثل نتعقل الأمر وكفاية بقى موت مجاني ويبقى عندنا مجمع أديان ومدينة عالمية يعني مثل نوعة 70 سنة نتحاجب تاني وبعدين في الآخر هنعمل كده برضو طيب توضح أخير نور إيمان بتقول إن بن لادن لما رمي من قبة الصخرة ده كان قبل حرب 67 وكانت منتهية في الحرب وإن الكلام ده الكلام اللي حارتك بتقوله مصحيح لإن بن لادن حتى بعد الحرب لما هم ما استقولوا عليها ما عارفش ياخد حاجة طيب بس كانوا يقدروا يمنعوه في هذا الوقت ما كانتش تحته اللهية لا يقدروا يمنعوه يقدروا يمنعوه يمنعوه الناس من صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ما هم أسخد بالك إحنا بنبص دايما من زاويتنا نعم إن ده بتاعنا ما هم من زاويتهم إن المكان ده بتاحهم زين مسلم بيقول هل العرب زوروا في تاريخ القدس أم المستعربين وإذا كانت دالك فهل الصهيونية لا هيدي في الدالك لا هم كان لما يحبوا يخلوا عاطف الناس يعني تهتاج وتبقى مؤيدة للحكام الموجودين في الوقت ده وفي مشكلة عند القدس يلا يا جماعة وتطلع لنا بقى العليمي ومش عارف مين ومين ويكتب كتابات أول ما يبقى ما فيش تهمل طب يعني إسرائيل قامت سنة 47 ولا 48 طب يعني طول الـ 800 سنة دول يعني لو شفنا جمعة فتحت هناك ولا ولا العثمانين اهتموا بهناك ولا علم طلع من هناك ولا خضرة جججات هناك في بقى فين الوقت إذن يبقى المسجد أنا بحاول أخفف من ضغط الحجة المشتقة أو المستفادة من الأحاديث بالرجوع إلى القرآن مش بنكر الحديث ولا حجيته بس أقول ده في الدرجة التانية عشان ده بيحصل منه خلافات كتير ما هداعش بتسترد لأحاديث وروايات أنا بقول مدام في زمن فتنة وحرب ومشاكل خلي دي كده على جامل ونيجل هنا يا جماعة المدينة دي اللي بسمينها مدينة السلام هي مدينة واجعة القلب من ألفين سنة يعني لم تشهد إلا حجوب ودمار وتقطير فكفيانة بقى نظرة عميقة بتقولك أن المسجد الأقصى بناها الأمويين أنت قلت كده بس ده مصحيح اللي تقصده مسجد قبة الصخرة وليه عندك عقدة من الأرياف وبتبص لها بدون إيه ليه ده أنا مولد في الصعيد في قلب تحت شجرة ليه عندك حررتك كنت تقصد مسجد قبة الصخرة ده لما بنخش في التفاصيل بقى وطبعا المكان المقدس ده في حوالي 200 مشهد أشهرهم حكتين المسجد اللي الناس بتصلي فيه جمعة دلوقتي وده قصته يعني معروفة أول ما جه الخليفة عمر كانت كوم زبالة فبدأ يشيل وبعدين عمل تحويطة كده مصلى للمسلمين وبعدين الأمويين لما تزنقوا مع عبدالله ابن الزبير بدأوا يهتموا بالمنطقة دي وكان جزء من الاهتمام بناء المسجد وبناء القبة والقبة أنهاها الوليد ابن عبد الملك ابن مروان ودول ناس يعني فيهم ما فيهم مش دول الإسلام ما انتصرش بهؤلاء الحكام الإسلام ارتفع شأنه بأمثال ابن السينة وابن النفيس والرازي دول دول والفنانين اللي عملونا العمارة دي والناس اللي غنوا للحياة مش اللي عملوا حروب نعم بس نستفيد بقى من التاريخ ده فرحاتك كبيرة عشان ريحه هلتؤمن بفكرة المهد المنتظر وبعلاقته بما يحدث في سوريا من قبل داعش والسهونية المسيحية في أمريكا والتعجيل بنزوع المسيحية المهد المنتظر وردت فيها أحاديث عند السنة وعند الشيعة كلا هما بس الشيعة أكتر يعني لأنه هما كانوا أكثر اضطهادا والفكرة أصلها عبري انتظار مخلص ما شيح ده شغلانة ده حلقة كبيرة دي أنا عملت محاضرة ساعتين ياريت الناس تشوفها على اليوتيوب اسمها الإسرائيليات الإسلامية ومحدش هيختلف معا في المشايخ يعني إن في باب في التراث الإسلامي اسمه الإسرائيليات نعم فانا واقف عنده ليه عشان نفصل بقى شوية كفاية حرب بقى هنفصل مش اتفقنا عندنا صالون لا الصالون ده عشان نطور الفكرة طبعا يعني دي قضية طبعا يعني دي قضية محسومة بالقاتية إن المكان مقدس عند التلات ديانات فليا كل التلات ديانات ولازم نأسس طرحنا على كده وإن المدينة دي يملكها يهود ومسيحيين ومسلمين ده حق الله مش هنوعد نتخنق طول العمر إنما ليه نعمل صالونات وليه أنا بعمل صالونات وليه بروح وباجي عشان نطور الفكرة لأنه البلاد مش هتتقدم وإحنا يعني كل واحد حطت كلمتين في ذهنه وعمال يخوف في التاني وجايبين لي المزيع في الشجعة قال يعني هخاف أنا كده ما كنت خفت زمان طيب دورتين لايخل لي بشكر الجب اللي بشكر المفكر والكاتب والروائي دكتور يوسف زدان بشكركم هي بداية على فكرة مش نهاية إحنا بنفتح كنا بنقدم نموذج لقدرتنا على إننا ندير خوار شائد جدا ولكن اضطرحت فيه أفكار كثيرة جدا يمكن أن تمارس دورا بالبحث اقرأ ودور واسمع وناقش وده اللي حيغيرنا مش حاجة تانية